موسيقى من صلاحهم كان يصير معهم كرامات كانت الكرامة يعني أبسط شغلة موجودة في تلك العصور لا يوجد إنسان ما له كرامة ما الكرامة كان يحكي عن الشيخ أحمد الحارون رضي الله عنه وارضاه كان صاحب كرامات شغلات الإنسان الذي لا يوجده يقين وما عنده عقيدة ما بيسدق شيء يعني قالوا المعجزة ما كانت لنبي مثل سيدنا موسى القلعصة صارت أفعى ما كان معجزة لنبي فهو كرامة لولي الولي مو معجزة هاي كرامة كان في أحد الشيوخ في زمانه إيه 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 كرامات كثير فأحد تلامسته قال له يا سيدنا يعني إيه أظهر هالكرامات للناس حتى الناس يكي تقبل على الله عز وجل قال له يا ابني مو لازمة المهم هي قصة حقيقية فيوم الجمعة والشيخ عم يخطب والمساجد كانت كلياتها سقفتها خشب فكان في طير أقل له يا طير تعال أجل وقف على المنبار بعد أنه تعال الكتف اليمين الكتف الشمال بعد أن نرجع والناس عم نشوف أسبوع الجاي اللي بعد منه كان المسجد 9000 صار عشر تلاف فلتعى شوف الشيخ الشيخ عم يحكي مع صفير يا جماعة هو الشيخ قاعد بدأ بفكرين بدأ يأجي كرامة الشيخ بشر هو عن المنبر قام لهم يا جماعة أنا انتقد وضوئي وبدأ ينزل أتوظف سامحوني يعطوني خمس دقائق طلعوا الناس شو الشيخ هذا وشو أنا عساس كرامة ما كرامة مدري إيش أم إيش هذا المريد قال له لك يا سيدي والله فضحتنا قال له إلك يا ابني اللي بتجيبه عصفورة بتاخدوا هديك الشغلة إن شاء الله عمرهم ما يجي على الجامعة مبنى مهم أعظم كرامة الآن أنتو تصير فيكم هي الاستقامة فقالوا الاستقامة عين الكرام لما تشوف واحد كان برمضان صلي قائم ثاكر عابد وبعد رمضان ثبت هاي الكرامة هلا في ناس كرامتهم منهم وفيهم هو هو من كرامي كرامي هو بحد ذاته أنا كنت شوف ناس صفيا منهم كم واحد الله يعطيهم الصحة لما أجيت لما أجيت على الجامع بعام ألف وتسعمية وتسعين لالباشا كان في أربطع شهر واحد ما في غيرهم بيصلوا الصبح هدول الكبارية بعد شيء شهرين كان في واحد اسمه أبو توفي توفى كانوا أربطع صاروا كل واحد من بيناتهم كرامي الله وكت هذا يقول لي صلي ستين سنة بصلي بالجامع هذا يقول لي صلي خمسة وخمسين سنة والله ثبتنا هاي الكرامة الكرامة إنه وما بدلوا تبديلة تروح ناس بيجي ناس ما بدلوا تروح أزمات بتجي أزمات ما بدلوا بتروح بتجي أصاص هذا بيغنى هذا بيفقر هو بيغنى وهو بيفقر ولكن وما بدلوا تبديلة هلا سبحان الله دائما كل ما ابتعدنا عن زمن النبي عليه الصلاة والسلام يعني نحن أمام بحر من الفتن لا النبي عليه الصلاة والسلام قال خير القرون قرني القرن قيل أنه يعني العمر اللي بعيشه الإنسان يعني سبعين أو ثمانين وقيل أن القرن مئة سنة خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم يعني ثلاثمائة سنة بعدين بعدين فتن كقطع الليلي المظلم كل ما كان القرن قريب من زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان قريب من الصلاح يعني حتى إشرح لكم ياها آباءكم أحسن منكم وأنت أحسن من أبنائكم وأبنائكم أحسن من أحفادكم فيهم صلاح صلى الله عليه السلام أنه يصف يصير لوجه أحسن من أرسل هلاء النبي عليه الصلاة والسلام أشرح لكم إياها قال بدأ الدين غريباً لما طلع النبي صلى الله عليه وسلم شو هاك هادي يقوله عنه كذاب أشر هادي يقوله ساحر مجنون شاعر نتربص به ريب المنون هلا لسا انت بتقول رايع الجامع يعني كيف رمضان بيقبلوها بعد رمضان ستة من شواء هادي تقلب لنا يا شيخ خلا بكرة لك مجنون انت عم ترويها الجامع عنده لساعة عقام تسمع دروس بعد مننا بصير تهمي بعد مننا يا لطيف هاكذا الى يوم القيامة لذلك هلا انت في مكتسبات يعني الان ما لكون شاعرين فيها هلا في جامع جز بكرة ما في جامع هلا مرة هيك الله ارجانا شوية هيك يعني ان شاء الله ما بعيدها شفتوا منظر الكعبة من سنتين الكعبة اللي بيطوف حول مننا بالدقيقة مئة الف مئتين الف وينها الله ارجانا بعد لحد حدا سافر لحد صار واحد اذا بدي روح يقبل ايد امه وتقول الله يرضى عليك لا تريب عليه لا انت ولا ولا تصني تنفون لا تجي لا انت ولا ولا داك ليش هي من فتن الفتن كقطعي الليلي المظلم شو مخباننا هلا ما منعرف لذلك اللي اللي بصير هلا ما بصير السنة الجاي اللي بصير السنة الجاي ما بصير السنة التي تليه طيب انا رأيت انه من المناسب ونحن في اول محاولة خضرة بعد شهر رمضان شوفوا اقونا كنا لقول رمضان يعني شلون بدي يجي شلون بدي خلوس اجا رمضان وخلاص رمضان العيد اجا العيد وراح العيد واليوم عشرة او يدعنش اليوم يدعش شوال لا تنسوا تصوموا ست ايام من شوال الشيطان متى ما قالك تصوم ولا تصوم ما عد تحسينه تصومه سبت احد تنين تلتعاش اربطعاش خمسطعاش ياكمل الاسبوع او تصوم تنين وخميس حتى ترجع للعبادة متى ما الف الانسان العبادة فقد سلك الى الله المحاضرة اخترتوا لكم الطريق الى الثبات والثبات نبات متى ما ثبت الانسان كنا من لما كنا صغار ننسوا البسكليت اول ما يعود الانسان على البسكليتة الدراجة الهوائية ما بيثبت عرفوا شوهم يمين شمال متى ما ثبت الانسان بصير يا سلام هلا في منهم هدول اللي بتلاقيه بسوء ما بحط ايديه سأنا هي كل الشغلات ما بحبة خليك انسان متزين انسان عاقل باري اخ بعتلي مقطع سان عميسو حافلة شوفير سائق اجي على باله بده يخلع الكنزة هو عميسو معه باص ما في خمسين راكب عم يخلع الهي ام علي اقرأ سوين لا تحسين يرجع ولهي بالكاميرا موجودة كاميرا متصور عليه وكاميرا متصور فات بغابة لا طلع هو ولا طلع النا انسان معه مو بطولة في شيء كل شيء الله يهدي الشباب ايام ايكي واحد بده يسألي المتور البنزين هو واقف واحد بده يأبنو هذا ما خلقت لهذا ارجيني البطولات تبعك لما تصلي الف ايه بكرة اذا صلينا القرآن بليلة او بليلتين ارجيني البطولات هنا في ذلك فليتنافسين المتنافسون ارجيني يطصوم ست ايام من شوال بايش بده يساوي يعني ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به كل شيء فوق الحد الله خلق لنا الايدي لنكتب بها وخلق لك الفم لتأكل به وخلق لك الانفة لتشم به اذا الواحد بده يأكل من انفه يعني بس اذا كان مريض في ظروف استثنائية وما غير هي صعبة طيب هلا نحن طريق الى الشو من نثبت كنا برمضان متقلقين والله عز وجل ليكي حاببنا ونحن حابين الله وشغلة كانت كتير ظريفة شلو من النثبات كيف ما هو العبرة مو برمضان ولا العبرة بالصلاة ولا العبرة بالذكر العبرة اللي بعد الذكر لان احنا زائلنا ساوينا عملية قلب مفتوح بدي انا بعد العملية شو شو صار يقدر يتنفس صار يستنشق الهوى اما والله ما فجلة العملية اصبح كل العملية ما لا ناجحة رمضان كله ما له ناجح اللي شي جميل انه نشوف الناس يوم الخميس بس هدا هدا شي طبيعي نحن متعودين عليه لازم يكون الجامع بطواب ومتل ما كان بليلت القدر لانه العمر قصير حتى اللي كنتو انتو شباب ما حقولي اللي عمرو خمسين سنة الشباب اللي عمرو ثلاثة وعشرين وخمسة عشرين مبارح شو كنتو كنتو يافعين ابناء اطلتعاش واليافعين مبارح كانوا ابناء اربع وخمس سنين كانوا براعين شوفوا العمر شلون واللي صار عمرو ستين مبارح كانوا عشرين العمر قصير لذلك اذا ما كان فيه انجازات ما ما لا طعمه شو بنساوي هل اول شيء بالنسبة للثبات بدك تطلب من الله المدد كتر من الدعاء كان سؤلت السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها ما هو اجل دعاء عند رسول الله يعني كان يدعو فيه كتير قالت كان يدعو اللهم يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبي على دينك وانا بشوف اخوانا الكرام لانه نحن عم ندخل محنة افا محنة وامتحان افا امتحان هلا اذا كان فيه كأس عالم تكون تنين وثلاثين فريق اول يعني سموه اول مرحلة يعني بياخدوا اتنين بيخلوا اتنين يعني ما ايام الواحد حظه بيطلعوا بس لما بيصر لدور السطعاش بل الشغل هلا نحن كأنه بآخر الزمان الامتحان صعب فتن نساء عريات كاسيات فن رمضان بدل ما يكون للعبادة كان كان الانسان يروع على على الجامع الاموي لا يشوف قصص ولا حكايا كانت المرة بالاملاية كان ما كان كبهة الفتن ثم عملت لها بتفتح بتلاقي هون كسر سيئان وهون كسر عظم هون كسر جمجمي وهون كسر مدري شو هون مسلسل هون لكن وين الواحد بد يروح وين بد يروح بيخلص من المسلسل الفلاني بيحطولك يام الطعم وصل بيجي بده يخلص بيحط بيحطوله المباييرات بيخلص من المباييرات يجي له رفقاته بيخلص من يحلي عم تجو على الجامع والله كتير خيركم تاركين الدنيا في مئة شيطان عم يستناء لذلك اللهم يا مقلب القلوب القلب يتقلب ليس اسمه قلب مثل المحطات شون انت مسلا هلا بالفيس يبقى تعمل هيك تعمل هيك في شيء اعجبك يا شيء ان شاء الله يكون اللي عجبك شيء شيء محاضرة مثلا تلك الجنة محاضرة فاعلم انه لا اله الا الله الصلاة الصلاة شيء تفريدة شيء مقطع هيك من ختمة يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك اللي اللي تلاقي واحد هيك والهان بشي هيك يا انشاد يا ارشاد هيك شيء منشد هيك رائع مو كل منشد بنسمع له أبدا في سألوني بس بجالس خاصة ما بحكي ما بسوق لحد ولا ادعو لأحد اسمع قرآن اللهم يا اكتر دعاء اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك زيك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا يا رب نحن كنا موشي كنا ضايعين اجينا على رمضان زبطة البوصلة لا تزغ قلوبنا هذا الزيغ الانحراف بعد اذ هديتنا بالصلاة منقول اياك نعبد وإياك نستعين اهدنا من تفسير اهدنا الحمد لله كلنا اهتدينا ما انت عم تصلي شلوم داك تقول اهدنا اهدنا يعني ثبتنا ثبات ما في شغلة بالحياة الا بده ثبات عندي شغلة يعود عليها الموبايل بالسيارة اي بتلزع على البلور تحطها بتلاقي فلتيت الشد واللائلة الله يثبتها تقوله اخي شلوم دا يثبتها اللي باته ما حميت الشمس ما ما بتعلق مضبوط الله يثبتنا والله يا اخوان الكرام لا تقول انه بعضلاتي بفضل الله هو اللي بدي ثبتك والله بتجي وحدة ما بتخاف الله بتطلعك عن مبادئك وبيجيك يشب بخليك تنحرفي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دعاء دعي كان النبي اكثر دعاء النبي بعد كل صلاة طلوب من الله شلون الواحد اذا كان عنده هيك شغلة مثل اللي عندي بالسيارة ما عم تلزع يا ربي لزقها يا ربي زبطها تير في الشغلات بها الحياة بده بده ثباته بده تدعيم ما هيك هي اول واحدة اتنين شغلة بده صبر ونحن ما اننا متعودين على الصبر وكلمة الصبر سموه صبر لانه مر والواحد حتى يفط مو عن ثدي امه شو بيحطه على الثدي صبر صبر مادة يعني ما ما بتقبلها الانسان اما هو الصبر لو بنعرف حقيقته الواحد اذا كان مريض تمام بده يعطوه دواء الولد الصغير لما بيعطوه دواء ما بيصبر لك ما بدي لك يا ابني خده بس اسبوع طيب لذلك صاروا يعملوا شركات الدواء بالنسبة للاطفال شو بيحطوا لون هيك بيحطوا لهم منكهات هذا على طعم الفريز وهذا على طعم الليمون وهذا على طعم من نعنع وحتى بيني وبينكن حتى للكبار هدول اللي قبل منها كانوا يشربوا زيت خروع مين بيعرفوا الزيت الخروع يرفع ايده من نص الجامع ما بيعرف الزيت الخروع لانه المشاكل هي من الباطنة وانه بزمانهن ما كانوا يا كركير هل الناس عم تاكل يا لطيف يا لطيف شو عم تاكل البشر لما صار حصار بني هاشم يعني الحصار على بني هاشم قريش يعني عملت ممانعة اقتصادية للنبي عليه الصلاة والسلام ولبني هاشم كلهم الصحابة صاروا يأكلوا ورقص الشجر ما فيه يقول سيدنا سعد بن نبي وقاص قال حتى اذا ذهب احدنا الى الخراءة يعني ما كان قضاء الحاجة يخرج كما تخرج البعير تعرف البعير هيك شغلة اما هلا البني آدم ماذا يخرج يا ربي ذخي لك ايه هذا كله من الاكل والشرب والهيه فزيت الخروع كان انه شو ساوي غمض عينه وسكر انفه شو دخل لتغمضة العين مالعرفان انه انه العين ما لعلقة هيك بس الانسان بيعملها العين ما لعلقة بالشم يعني ويعمل لها كيك الشغلة ما بتحمل الانسان هلا صار يساوي زيت خروع على ليمون يصير الانسان بيتمزمز فيه غير الله يزيد الخير كل انسان يسهل وصول اي مريض الى الشفاء شفت مقطع ايجا الشباب بعتولي مقاطع هيك فاضلة الشغلة مو فاضلة ببعتلي اياها الانسان بزعل منه انها انه هيك طبيب اجنبين بقينتوه مو عربي هيك عمي كاغي ولد بدو يدق له ابري هيك عمل له هيك بيدي وكذا وكأنه جايب له بالون او شي شغلة وكذا وهيك والولاد وكذا وهيك خيله بالبالون بعدين دقوا ابري بدو ما يحز فيها لو كان شي واحد من جماعتنا هلا ليش الناس حتى الكبير بيخاف من الابري من الفوبيا اللي يساوي له اياها قبل منه هو كان صغير لذلك اللي بتفوت مثلا عن طبيب اسنان كون مثلا خمسين بالمئة مختص بالاطفال وهيك شغلات على شكل لعبة على شكل سيارة على والله هذا دين والله والله هي محبة والله هي حكمة بصير الانسان انه يروح وهو مشروح الصدر لو تروح لعن طبيب لك لعن الاسنان انا هلا بتقلي روح لعن طبيب الاسنان بيقول لك اشجلها انا دائما بعرفوني اخوانا اطباء الاسنان قاعدين وبعد بسا كان الدكتور بدون ما نذكر اسمه يبروح لعنده الله يسلمه بجاه النبي بتقول له انتو لازم يحطوكم بقسم التعذيب فتح لك هيك الشي اسمه خاصة الله وبعدين بيحط هيك شغلة يعني الانسان يا ربي دخيله طيب اخي خففوها شوي قال له ما ساووا تقنية انه هيك عن بعد خاصة سحب العصب والحشي يبدو انه هيك سبحان الله اخر شيء الانسان بده صبر انما النصر صبر ساعة سبحان الله صيام هلا سبحان الله يجاء يوم الثانين اول يوم صمنا فيه بعد الخميس ما صمنا يعني كان لسا رابع العيد هذا بيسموه حصان العيد يجي يعني بعد العيد احكو الكلمة الحلوة جينا يوم الثانين سبحان الله وانا يعني يعني قدمي تؤلمني والله ومستعمل دواء خليلا الله ربي عز وجل يشفينا ويعافينا كرامي لسيد النبي نحن بعد ما ختمنا الختمة برا لاني يوم الختم ماذا عم تدعونا يعني وخلصنا رمضان والختمة تبع التهجد وعطينا الدرس تعثرت قدمي ويعني وحقيقة انكسرت يعني مكسور القدم فاني متألم صمت صارت الساعة ستة وربع ما تتحملت والله العظيم يعني ما اخد دواء وكذا وهي يا رب قدي صفيان صفيان ساعة وربع يا رب صبرتنا في رمضان ما بدك تصبر بتروح عليك لان احنا ما انا عندين اولاد واحد عمره اربع سنين بيقول له لا امه بدي يروح اختي حاجة يا بتلحقيني يا لما بتلحقيني صبر فتحهم وكة وهنا صايمين هاي ست نفوس بدا ترباية هاي النفس تلكم كان في صايمين الدهر ما انا لقصوم الدهر صوم صوم من اجل تهذيب النفس كل شغلة من اجتهيها من ناخدها وانت ما من نناكل من ناكل وانت ما من نشرب نشرب نبي عليه الصلاة والسلام قال ومن يتصبر يعني بيقول خلاص ان شاء الله يصبره الله شفت هذا الاب اللي فقد اربع من اولاده وزوجته بحريق تبع شارع الامين اول تمبارح حكا كلمة الى الياريتنين متت معون هذا قضاء الله شوفه يعني ايك يعني نيحي اللي بعقله والله في صبر الله لبسه توب اسمه توب الصبر شوة ما كانت مشكلتك امام مشكلته أنت عم عم تحك شعراتك هم تحك ادنيك خلاص راح الأولاد راح التاريخ الله يصبره بجاه الحبيب المصطفى الله عز وجل ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر لك تثبت يعني هل الفئة وجاء الجامعة هل الفئة صعبة يعني ما حل رمضان كان أربعة ونص فيه ثلاثة أربعة إلى ربع هل عم يقدن أربعة إلا خمسة وكتيجي على التهجل فيه ساعة ثلاثة يمقين لسه هل لا ما ظبط النوم وقد نام ساعة هاي بشأن الله كان في قصيدة نشدها أحد المنشدين حوالي خمسة عشر سنة عنوانه افتحوا هاي حياتي كلها لله يلي بيروح بيسافر ويكون الدنيا ليلة بمطارات يكون مسرور من مطار لمطار وطيارة لطيار طيب أنت هناك ما من درس لدرس ويوم نحن يوم الخميس وليلة الجمعة نعيد دهج ودرس ومصباح الجمعة بكرة أبدي أحكي لكم عن الليث ابن سعد لا تفوتوا سيرة هذا الرجل لا تفوتوا أعدوا تعالوا من آخر الدنيا بسمعوها صيروا مثل حكايته بايع الدنيا كلها ياتها بنص فرنقم صدي كان ميلتي ملياردير كان كل يوم يطعمي أربعمائة زلمة كان هو وسيدنا مالك ابن أنس أصدقاء راح المدينة سمع سيدنا مالك ابن أنس أنه شرف مين ليث ابن سعد بعت له الطبق رطب يزن خمسين كيلو وزعوا وأكل منه سيدنا الليث عبالوا الطبق ألف دينار ذهبي وبعته لمين سيدنا مالك ابن أنس يا هيك رجال يا بلى اسمعوا تسيرة هؤلاء لتتعلموا الأخلاق والقيم والمبادئ قال وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ هذا صبر متى ما اجتوا النعوسة رايح نام جاع بديه يأكل جاع باله نفس أرقي ليه في شيء اسمه مخالفة النفس وخالف النفس هذا أمنا وَالشَّيْطَانَ وَأَعْصِهِمَا وَإِنْهُمَا مَحَضَاكَ النُّصْحَفَ التَّهِمِي لك كان يحرموا على نفسهم الماء البارد ترباية النفس أنا ما عام إلا لك الأرقيلة بدي أرقلها بقلب السيارة والله شوف عيني بقلب السيارة حاطتها عند القنص اللي اللي بين بين الراكب وبين السائق ما أنهم الزلم مهوس أصبح الصبر والدعاء هلا في ناس بيلك ست أيام ما بيحسن صمون مين صام هلا من شوال يرفع ايده ما ليش أيها بدنا الكل اليوم برحة تيكيب كان لي يعني زيارة طريت الله أحد المسؤولين يعني ما شو جاء ابو ضيافة الأخي اللي معي قال له صايمين صايمين ما خلاص رمضان علمه في شي اسمه عبادة شايف هاي بدون ما نحكي نحنا بس قال له صايمين هذا يمكن يقول انه ايه والله والله ستت مش هو والله ما صمت انا والله لصوم السبت كلمة بتحكيها بتعلم الناس هاي اسمه الدعوة الصامتة بأخلاقك بمبادئك الدعاء والصبر ثلاثة بدنا نقرأ قرآن قرآن طاقة قرآن حفظوها قرآن طاقة مركب مركب الواح على ظهر البناء لا والله ايه اذا انطفيت تنطفى عندك الكهرباء طاقتنا القرآن الله عز وجل قال قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمن حتى يثبتك تقرأ قرآن شاحي نحن برعوضان كنا عم نسمع في منا كان عم يتلو الاثنين مناح ما بتسمع ولا بتتلو بطريتك فاضي كل شيء عم تشوفوه هذا لا قيمة له أخبار ونفكر حاله فهمان في ناس كانوا فهمانين أكثر منا صرنا سبعين سنة ما حررنا الخدس ويا شيرين أبو عقلي الله عز وجل يعني كانت آية في الإبداع الصحفي وين عاشت خمسة وعشرين سنة وين رجعت الخدس الله يرجعها أنت لما نحن لما منرجع الله قال وإن عدتم عدنا عودوا إلى دينكم عودوا إلى صلاة الفجر عودوا إلى التراحم مين دول اليهود حثالة المامة لمين حالهم المامة رأوا التاريخ جمعوا حالهم من بولندا ومن من 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 صربيا ومن بلغاريا ومن همية ومن همية وجابتهم الماسونية العالمية واجتمعوا وين بأرض فلسطين وعملوا مدبح الدرياسين وهجروا هالناس لكن مثل ما صلاح الدين رجع وقهر سنعود بإذن الله تعالى في قلوب كل في قلب كل مسلم جذوة لا تنطفئ كذلك ليثبت به فؤادك ورتلناه ترتيل عود إيكي شوف لي انت مين قرأك المفضل عود اسمع هل ما في ناس تلعب رياضك اليوم يجب له ألف كولوري في ناس بيقول لك أنا بيسباح إذا لم أسبحت لم يمشي الحال أنت سمعان اليوم قرآن؟ سمعان لك جزئين؟ أصباح أنت مفي شيء قال له قدي الشربان بيقول لك نفس نفسين الثاني أخذ لك باكيت باكيتين والثالث بيقول لك قاعد والله شايف لك مطش مطشين على قولة إخواننا ما هي كلمة مطشين؟ هي إنجليزية أو العربية؟ إنجليزية؟ هاي كما سوى عربية بروتوكولات حكماء صهيون اليهود لما سووا بروتوكول عندهم بالمادة 13 سنلهي العرب بالفن والرياضة يلا شو؟ هذا الريالي وهذا مدريدي وهذا شو اسمه ليفربولي وهذا شو؟ تنتمي إلى الإنجليز والأسبان تعالش الأسبان شو سوى بالمسلمين؟ ذبحوهم وقتلوهم بكره المسلمين مثل ما بكره الشياطين نحن محابينون شوفوا الفيسبوك تلاقي الزلم يعتز روح اعتز بدينك روح اعتز بإسلامك عقول بدميني صحيها بس الطاقة تبعنا القرآن كل يوم دا اسمع لك جزء هل أنا سأعطيكم وظيفة أعطيتها للإخوان الكرام بخطبة الجمعة ولا نحن في رمضان لا شك رمضان شيء مميز وعطاء مميز والثواب مميز ولا نحن لسه ما بعدنا عن رمضان قريبين من الشط لساتنا يعني هلأ إذا بنرجع هيك تغري يعني بس رجع بالواتس أب ترجع بتشوف الشيخ الملك كان بعض لك المواعي استماروا إحلاء حيالية العيد تسبيح لية القدر بعد المقنطيرين هعطيكم وصفة إن شاء الله بطبقوها كل يوم قبل ما تنام صلي ركعتين بهالركعتين استعمل لي الموبايل تبعك اقرأ نص صفحة نص صفحة في مجال بعد ثلاثمائة وستين يوم هلأ العشرة أيام اللي راحوا عليكم هدول بتلاقولون حل يعني بتعوضوهن يعني هيك بالأيام اللي انتوا مرتاحين في يوم بدال الصفحة صفحتين بعد ثلاثمائة وستين يوم آخر يوم بشعبان بتختموه ختمة على نية الصلاح والنجاح والفلاح على نية التيسير على نية انه انت كل يوم عم تقرأ قرآن وان هي الشغلة اللي عم يقلكم عليها يعني في ناس انا اقيل لهم عليها من زمان اخمد اخوان الكرام قال لي انا وصلت معي كل يوم بقرأ خمس اجزاء بختم ببدا السبت بختم الخميس متى ما داء الانسان هل انتش في واحد بتدله على شغلة ظريفة بيلك دليناهن على هي سبقون على وين على الابواب شو واحد تدله على مطعام تلاقي كل يوم صار عنده تدله على أكل طيبة بكام صار ليه تدله على قيام الليل كل يوم ركعتين مصصفها مصصفها طيب اذا ساويتهم كمان الا انا ما بدي زيد عليكم اذا ساويتهم اربع ركع بالسنة بتختم مرتين تجيك هاي الطاقة الايمانية اللي عم نحكي عنا مين بيعاهدني انه يساوية بإذن الله والله مكثيرة بتاخد معكم خمس دقايق فعوا ايديكم لفوق ان شاء الله وانا معكم بنختم واللي بلاقيها صريفة سواحد تدلت تاني على محل هريسة وسمن عربي ما في سمن عربي قالوا سمن عربي بس ايام كانت الهريسة هريسة والكل شكور كل شكور والزبيب الزبيب والجوز الجوز والرزب حليب رزب حليب هلا بتحس عليك عم تاكل بلاستيك وين ما رحت اجى احمد شوقي على دمشق اخدوه على مسجد بني امية تعرفون احمد شوقي احمد شوقي هربان هربان ها هذا الزلمة يعني هربان من عصر بني العباس عصر الشعراء هو القائل عم يمدح النبي ابا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد ان لي انتساب انا منسوب مدحت المالكين كان يمدح مين فؤاد الاول يمدح الاخديوي مدحت المالكين فزدت قدرا تفع المال قصيدة تفع عليها وزندها وحين مدحتك جتست السحابة هي غنت ام كلثوم لما غنت على المسرح هي صارت تبكي كان هناك الحب في صدق النية حتى الذين كانوا يستمعوا للفن كانوا يمقدرين يبسوا طقومة وإذا اتحيت مع المغني أو المغني قوموا على الواقف يستمعوا موت له الجيل هذا يطفوا القضوية ويضعوا شموع وبعدين ما يحدث لا نعرف الله يلطف فينا كلما بعدنا عن الأصالة ما يحدث فينا طيب ويصرنا نحنا كنا نحكي عن القرآن ولا عن ايش هذا القرآن قال ومن أسباب الثبات اللي حكينا نحنا عن الدعاء والصبر والقرآن من الصفحة بنص صفحة ذكر الله هي طاقة مثل السيارة اللي بتمشي على البنزين وعالكهرباء إذا خلصوا البنزينات بيقدا حمين هيك مجتمع متلاطم من الصبح بيطلع لك ألف شيطان من الصبح بيطلع لك ألف امتحان تكذكر الله والذكر مو الذكر الذكر ذكر الذكر بده حضور وبده توجه شلون حضور وتوجه إذا الواحد عم ينزل المطر حتى أعطيكم إياها بمثال الحقيقي كنت راجع من بيروت معي والدتي الله يرحمها الله يقدس سرة نزلت من مطار بيروت دائما أنا بصف السيارة بالمطار وبركب ويمشي لا بستجر سيارة ولهم يحزن نزلت بيروت ما في شي صطل الظهر البيدر عم ينزل المطر مع برد يعني موت للجبس مطر شلون الواحد بدي يسوق ومعه أمه وخفف من السرعة وشغالين المساحات صدقا يا رب الله يبعد لي واحد يمشي قدام مني ما عم نشوف هكذا يجب أن يكون التركيز لما تذكر الله سبحان الله سبحان الله وقاعدك أنا سبحان الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أنا أستغفر الله تقول أستغفر الله تنذكر الزم تبكي تقول الثاني أستغفر الله أذكر الزمب الثاني اللي أذنبته مأبوك اللي أذنبته الصبح اللي تحركشت بفتاة اللي بعت رسالة ما حلوة هدوا أستغفر الله كلمة سبحان الله تسبيحة واحدة خير من ملك سليمان هاي سبحان الله حضور شلون اللي ينفتح المطر عم ينزيل مركز مركز بكل لفة كل يمين بكل بكل شمال أسأل الله أنه هيك يكون جل ذكرنا ذكر حضور توجه هيك هل الواحد لما بتوجه إلى حضرة الله تعالى لما بتذكر شو بيقول الأستاذ شيخ محمود توجه إلى حضرة الله تعالى توجه إلهي أنت مقصودي هلأ أنت بتبليش تذكرها الله بتحط إيداك على قلبك الله حطوا إيداك على قلبك غبيض عينيك حس أنه بكل نبضة عم يقول الله 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 هلأ هي أنت بكلمة الله بجوز هيك في كلمة من الكلمات اللي عم تقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله هيك يكون فيها نفحة تجلي حضور ما بتلاقي حالك إلا صار معك وصل مع الله هذا ما نحن صاير فينا مثل اللي أمسطمين الشرايين تبعه الله وكيلكم ما لما منذكر الله بصير من الحبي بتثبت بس يقولوا لك إمت في درس أخ اللي مالي مصدق إجل عندي واحد من الشباب قال له حاضر أيهوني قدام مني الله يرضى عليه أول يوم العيد تاني يوم على صلاة الفجر قال لي أنا مجهز حالي بشان درس فتح الباري قالت له حبيبي الله يرضى عليك إنه الدنيا عيد سابتني شوال نحن 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 يعني الأسبوع الجاي ما لهم صدق بدو مشتاء للعلم مشتاء ليش الولاد بكرهوا المدرسة والله في مشكلة عن جد أنا أتمنى من مدراء المدارس لك حتى المدارس الخاصة إنهلا إنه يقولون إنه مثلا لك في عطلة لك بيفرحوا أنا بتذكر من شي سنتين شهر التالت لما أنه واد كورونا وكسوية فأنا قرأت الخبر كنت أعيد قدام هيك تقول لهم سكروا مدارس الله أكبر فتحة خيبر لك عندكم سعلو ما حزنت وما بكيت بكاءا مثلا لما كنا عاديم في المجلس العلمي الفقهي لما السيد الوزير يعني صار ياخدنا ويجيبنا بده أنه هو يعني لاي طريقة يفوت فيها على القصة إنه بده يسكروا المساجد قال إنه أول شي ثلاث أسابيع بعدين هي كملت قال نحن ولأنه والحفاظ على روح الإنسان وكذا أنا ما توقعت رد هيك يجينا من هون سكر الجامع أنا تفرجت هيك سبحان الله اللي قدام مني على شمالي يا سيادة الوزير لأنها ما مستوعي بناء قال والله حفاظا وكذا والله صار تبكي علم يجوز يمكن لأنني إيمان مراتب يعني أنا أوم الناس بالصلوات وعلى مدارس السنين يعني تلاقي شغلة مو معقولة شلون كيف مثل الطبيب اللي بيقول له خلاص لا عد في عمليات ولا عد في عيادة ولا عد في زباين ولا عد في شيء أبدا يا ربي دخي لك الله لا يحرمنا الحديث له تتمة ولكن هلا نحن حتى الشي العملي اللي أخدنا اللي أخدنا الدعاء سندعي إن شاء الله بقيام الليل وحكينا الصبر الله يصبرنا الصوم صبر الصوم يعلمك الصبر والتهجد بعلمك الصبر سمعانين أخوانا وقراءة القرآن إن شاء الله الله ما بيقطعنا بهالبرنامج اللي حكيت لكم عليه هلا حنذكر الله ذكر عملي ما الكيك الله لنا يا أخوانك ما بيعرف الإنسان وما تدري نفسهم ماذا تكسبه هذا هلا أنت هون بالشام بكرة بيجيك عقد بتمشي لوين بيحطوك بسيرلانكا سير اليون بيجوز نيوزالندا بيجوز بأمريكا بصير بصير بتتفرج على جامع لا لا باشا بالفيسبوك تقول هون كنت كان في أحد أخوانا الكرام هو وعائلته معه ابنه قال له أنا هون هون عند العضاضة هون كنت أعود بتصير الحالة اللي أنت عايش فيها ذكرى الله يثبتنا هلا التهجود متى الرمضان شلون كنت تتجوا هلا اليوم بيؤدين خمسة وخمسين نحن قبل من الصاعة الله يؤويني صلي في كون أنا بس يعني جاي بس إن شاء الله بصلي في كون إذا لو على الأعد يعني أنا أخوانا فكريني إنه مفركش فركشه وتفركشه ولكن سبحان الله قدر الله في كم زنبه يعني هو بعد إنه هكي هالعشرة الأخير والبرنامج وفي ناس يعني أعين يعني أكيد يعني يتنظر بالخير بس أيام الإنسان بيحسد حاله وأيام المحب بيحسد محبوبه بس ما ذكر الله طلعنا لبره سالتنا طلعت برجل الشيخ يعني بالنيابة عن كون أخذ مين الله يعافينا والله هو شيء مؤلم بالله الله عز وجل ما يقطعنا والله أعيد وأنا عم أتألم إن شاء الله وش بدي ساوي هذا أكثر مكان أتقرب به إلى الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا مفتح الأبواب يا مسبب الأسباب يا دليل المتحيرين يا غياث المستغيثين أغثنا توكن عليك يا رب العالمين نفوض أمورنا إلى الله إن الله بصير بالعباد بألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم موسيقى موسيقى موسيقى